فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين السلام عليكم لبنات نهاركم مبرك يا ربي ومعطر بذكر القرآن وبذكر الحبيبة المصطفى عليه الصلاة والسلام حبيبتي نتمنى يا ربي تكونوا كاملين باخر وعلى آخر وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو هذا مهمة لبنات فيديو جديد ونهار جديد اليوم سارباح الجو شوية مبرد ومزيون ما شاء الله وخام بدل شي شوية ركو عارفين يعني مؤخرا ولت واحد الحرارة هنايا فهنايا البنات ركن جيت للدار عندما ما بمعناني غدي ندير بعض من هكذا التنظيفات ونموجد ركو عارفين يعني العيد ولا على الأبواب لواحد خاصة ضروري ما يتوقض هكذا ويجمع الوقفة وفين كوما البنات نعطيكم شوية ديال الطاقة الإيجابية المهم هنا في هذا الفيديو يا البنات رغضي نشاركوا معاكم يعني بعض من التنظيفات هكذا لأنني ما زال ما كملت صراحة يعني باقين لي وباقين بزاف لأنني غندير هنا في الدار عند ماما وندير أيضا في الدار عندي كنت يعني هكذا كنعاونها هنا يا كيكون هكذا العيد قرب ولكن لي وما ركو عارفين يعني كي دارة العملية ولكن ما تقدرش هكذا تهزيدها فضروري ما غدين ننظف لها هكذا الدار ونعود أيضا ننظف الدار ديالي وغدين شاركوا معاكم بكل شي يا البنات المهم هنا ره أول حاجة بديت بها الصالة وركو عارفين يعني مع مؤخرا ولو هكذا العيالة يجيوا عندها الدار فيعني ولا ما كي وليت هكذا نقاده وضرت به مزيان فهنا كنت حيت البنات الزربية لأنني غدين ديها الفقه بما أن الجو مساعدني بزاف يعني ما صابحش شميسة هكذا فقلت ضروري ما خصني يعني نفوت عليها هكذا نصبنها وخال حال سخون يعني هكذا ما كنديروهاش ولكن قلت ضروري ما خصنا نصبنها هكذا ونجمح حالها والمهم اللي بنات هنا يا ره كان شوية هاد البالكون هاد مغبر اكوا عارفين يعني هاد لوقيتها هادي كي يعني لخبرها كتكون هكذا فقلت ضروري ما نسيقوا عاد نطلع الفوق أن نصبن الزربية المهمة البنات هنا يا من بعد ما سيقتوا صراحة ترا كنت طلع واحدة الريحة هكذا زوينة البنات مزينوا نقاكون يبقى المهم هنا يا من بعد ما ساليت فقلت ضروري ما خصني نطلع الفوق الزربية كنت البنات غدين خليها تلعشية فقلت بما أنه الجو مسايفني وما عرفتش العشية وشتي يعني حتكون الشمش فقلت اروري ما نطلع ونرى قلت نديلكم واحد يطلالها هكذا من الفوق من السطح صراحة صباح الجو ما شاء الله نزيون يعني نبرد هكذا ما كلاش ميسة لوالو فأول حاجة قلت يعني نشطة بالسطح هكذا رقوا عارفين الغبرة تكون عاد ننفرش الزربية هكذا ونرى كانت ماما تهية وخا كان قوليها ريحي يعني قو عدي هكذا رقوا عارفين لي في همم هنية ضروري ما خصها دريدت هكذا في الحاجة رقوا عارفين يعني الوليدين كتيرين والمهم بعد ما فرشت الزربية لبنات هكذا قلت اول حاجة يعني نفزقها شوية بالماء عاد ندير لها هكذا الصابون ونبدأ نحكها المهم مرة ما كانتش موسخها بالسف ولكن البنات كان خاصها يعني أنني ندير لها الصابون يعني ونعاود لها من بعد ولكن وخاها هكذا خرجتش شوية هنا ره وجدت الصابون وبديت كان نحك فيها هكذا فقلت يعني نحكها شي شوية عاد ندير لها الماء ونعاود عاو تاني نحكها هنالبنات ره كانوا جاو الضياف بما أنه جاو فماما هبطات عندهم ما بقاتش معايا فقلت صافي غادي نكملها غير عناية والمهم هنالبنات ره بديت كان رشها هكذا بالماء ومن بعد ما قدرتها وخا ما خرجتش لي يا لبنات لأنه ركوا عارفين بحال هاد الزربة هادو يكونوا كبار يعني هكذا كيخصهم البنات هكذا الغسالة يعني هكذا تديهم وتديرهم تفرقهم مزيان المهم قضيت الغارة دا بعدها حكيتها شي شوية حييت منها شوية هكذا ديالا لوسخ فصافي فهنا يا را ما كانش البنات يعني اللي يعاوني باش أنني ننشرها درتها غير هكذا فوق واحد الكورسي هكذا وخليتها هكذا كتستقطر حتى يعني استقطرت هكذا ومنشرتها أنا و أنا وبابا هذا ما كان الكبيتات ديالي احنا يا أنتو ماركو تشوفوا عجبني الماء وديت هكذا كان رش في الماء هذا ما كان الكبيتات نتاعي المهمة يا صافي راني درتها تستقطر وخليتها هكذا ونزلت لتحتها باش نوجد شوية الملوي الواليدة لأنه ركوا عارفين الناس ولا وغير كي يجيوا هكذا عندها يشوفوها فطيبتها لبنات غير واحد الزوج هكذا والشي لأخر درته هكذا في التلاجة لأنه كينفع بزاف هكذا كيدخل هكذا الواحد يعني الواحد يعرف أنه يقدم له هكذا شي حاجة وتكون يعني واجدة ما يضلش عادي يعني عادي يجري ويوجد وهذا ما كان الكبيتات ديالي بالنسبة للطريقة لبنات ما شاركتها مش معاكم لأنني سبق لي وشاركتها معاكم عدة مرات المهم قلت هنا ناخد لكم غير بعض من اللاقات هكذا ديال النهار يعني هكذا مشي النهارة لبنات عفوا نص نهارة اللي كان نجينا عند الواليدة ديالي هنا من بعد ما سالت لبنات الملوي درت هنا لبيتزا لأنه كان مشيهيها لأخ ديالي فقلت صافي نديرها له ما كان مشكيل وهنا يا لبنات راه مشيت بالدلت عياد غيالي لأنه كان قريب هكذا الوقت ديالي لابن ديالي كان مشي نجيبه فقلت نساليها ضغية هكذا ونخرج يعني من بقاش عاد بقاش عاد دير الروطار وهذا ما كان لكم بدا تنتهي نرى بديت كان خبز فيها وبالنسبة لبنات اللبيتزا را يعني تقدروا يعني تديروها هيرا سهلة أنا را كندير البنات هذي اللي كان سبق لي وشاركتها معاكم ديال زوجي كووس هكذا كنديرها في الما ومن بعد نخليها شوية عاد ونبدأ نزيد عليها ولكنت عندكم العجنة تقدروا ايضا تديروها لأن الطرق كينين بزاف وكيختلفوا وكيبقوا يعني كل واحد وطريقته الخاصة أو كل اخت وطريق تعفون الخاصة مهمة لبنات هنا يا اخوان ديالي را يبغيوها هكذا يبغيوها غير بالفلفلة والبصلة فصافي درت ليهم طريقة ديالهم اللي يبغيوها درت الفلفلة والبصلة ودرت شوية ديال الطان صافي ودرت هنا يا جوبنا لبنات صراحة كتجي كتهبل هكذا وديروا من فوق منها هكذا وحضر الشيشة ديال الزيت الزيتون وشوية لبنات ديال الزعتر صراحة كتجي تهبل وهنا لبنات راكنت ماما مشاهية طاجين فاقولت ندير لي هكذا هنا يا وحطواجين صغير المهم راكي جيزوين البنات هكذا وخد ديرو غير هكذا هي راكي ديرو غير هكذا ديرو باللحم وديرو هكذا بشوية ديال خضيرة هكذا من الفوق يعني مشيشي خضيرة غير هكذا الفلفلة فراكي جيزوين البنات ما شاء الله اللهم قدمها نعمة واحفظها من الزوال وانتمنى لبنات هذ الفيديو هدا يكون خفيف ضريف وفي نفس الوقتين الاعجاب ديالكم ما تنسونيش البنات بالبارتاج هكذا مع العائلة ديالكم باش هكذا تكبر القناة ديالنا وتكبر حتى العائلة ديالنا المهمة البنات هنا يرا من بعد ما اديت الابن ديالي فاقلت ضروري مخصني ندير شي حاجة هاد العشية هادي ركو عارفين يعني العيد ولا على الابواب فاقلت ضروري مخصني يعني ننحضر ولو شي حاجة هكذا فاقلت غادي نحضر هكذا الرغايف البنات الرغايف المعسلين هكذا فراكي جيزوينين ما شاء الله هنا البنات ما شاركتش معكم بطريقة صراحة لان الفيديو كان غادي يجي طويل وطويل بزاف فاقلت خاصني نشارك معاكم غير بعض من اللاقاطات لاناني كان سبق لي وشاركت معاكم الطريقة ديالي غادي تلقاوها غير في الفيديو لاناني شاركتها عدة مرات فالبنات را كيجيو زوينين هاكذا يعني تديروهم هاكذا غير بما يزينها كيجيو زوينين ما شاء الله المهمة البنات اللي بغادي نشارك معاها الطريقة عاود قولها لي فنشاركها معاكم البنات وخاص بق لي اناني شاركتها في القانة فاقلت شو يعني غير نبقى هاكذا نعاود لكم يعني في الوصفة والمهمة البنات را كيجيو زوينين ما شاء الله هاكذا كيجيو مقرمشين هنا را من بعد مساليتهم قليتهم في الزيت فقدرت ليهم العسل بالنسبة لبنات التزيين را كيبقوا يعني طريقة على حسب الدوقة ديالكم يعني هي تقدروا تديرو لهم رقائق ديال اللوز ولا تقدروا تديرو لهم الجنجلان ولا تقدروا هاكذا تديرو لهم اي حاجة هاكذا صراحة للبنات را كيجيو زوينين ما شاء الله كيجيو مقرمشينهم عسلين والمهمة البنات هنا را وصلنا النهاية لفيديو كنبغان شكلكم جزيلا شكرا على حسن المتابعة اديالكم وخليت لكم راحت الله والى فيديو اخر ان شاء الله يا ليلة وصلت على نبي يا ليلة وصلت على نبي بكر الله وانت ماشي يا ليلة وصلت على نبي ولا تلهيك السلام يا ليلة وصلت على نبي باشتحي القلب الرشي يا جهل